لكن الحاجة الرائعة ان الله لم يترقنا في هذه الخطية وما اترقناش بلا امل على الفكرة الله كان قادر انه يزيح الجنس البشري ويبيد الجنس البشري ويعيد خلق جنس بشري جديد لان الله قادر لكن لان الله احب عجبني جدا جدا القصة بتاعة الفخاري انهما بشمش بيرمي الطينة اللي بيشكلها لا ده بيعيد يشكلها ودي بتؤكد على مهارة بيعيد يشكلها من جديد كان مرة لي صديق ميكانيكي فبقوله وبشرح له الفكرة دي الفكرة ان الله كان يقدر يرمي زي انا مثلا لو اشتريت عربية وتعطلت مني وصرفت عليها كتير ووجعت دماغي يا اما بيحها يا اما ارميها واشتري غيرها لكن انت كميكانيكي بتعرف تصلح العربية تقدر تعيد من جديد خلق العربية دي وتقدر تعملها من جديد لانك انت ماهر لكن انا جاهل ما عرفش حاجة فالله لانه الماهر القدير بدل ما يرمي الجنس البشري هو اعاد اصلاح الجنس البشري وعاد خلقه في المسيح الخليقة الجريدة وده الخبر الصار في خطيئة خدناها من ادم كابونا واحنا كنا مخطئين في ادم كجنس بشري لكن المسيح جاء عشان يرفع خطيئة العالم لانه حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم عشان كده كاتب الرسالة العبرادين بيقول ايه الان نتقدم بثقة الى عرش النعمة ليه لان المسيح بقربان واحد قد اكمل الى الابد المقدسين فتح لنا الطريق بنا وبين الله صالح الاثنين معا زي ما بيقول الرسول في رسالة رسالة الى اهل افز فهنا المسيح صالحنا مع الله فاعاد لنا الشركة فاصبحنا خليقة جديدة في المسيح فالمسيح كفر عني بدم ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة فاحنا في الصليب مات المسيح نيابة عنا وبالقيامة قمنا مع المسيح من خطيئنا فاصبحنا خليقة جديدة خدنا بر المسيح خدنا الخطيئة من ادم والموت خدنا البر والحياة من المسيح اشتركوا في القناة